بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم ودارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أن بلغنا هذا الشهر المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة ونحن فيه من الطائعات يا رب ومن المؤمنات الصادقات ومن المصليات ومن التاليات كتابه آمين يا رب العالمين إذن إخواني أخواتي شهر رمضان نعمة نعمة يجب أن تشكر هذه النعمة فهو شهر تتنزل فيه الرحمات تغفر فيه الذنوب والسيئات وتضاعف فيه الأجور والدرجات ويعتق الله فيه عباده من النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وقال صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له وفيه ليلة القدر قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر فهذه بعض فضائل هذا الشهر الكريم وقد تبين عظم نعمة الله تعالى علينا بأن آترنا على غيرنا وهيأنا لصيامه وقيامه فكم من الناس صاموا معنا رمضان الغابر وهم الآن بين أطباق الثرى وجلدلين في قبورهم فالحمد لله والشكر الله على هذه النعمة التي لا يجب علينا أن نقابلها بالمعاصي والسيئات فتزول وتنمحي وقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم إذن كيف علينا أن نستقبل هذا الشهر المبارك علينا أن نستقبله بأمور كثيرة أولها المبادرة إلى التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى حيث قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم بالتخلص من جميع المنكرات من كذب وغيبة ونميمة وفحش وغناء وتبرج واختلاط وغير ذلك من الأمور التي أصبحت نراها عادية في مجتمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا يا رب ثم بعقد العزم الصادق والهمة العالية على تعمير هذا الوقت بالأعمال الصالحة وعدم تضييع أوقاتها فيما لا يفيد ثم كذلك علينا أن نستقبل هذا الشهر بكثرة الدكر والدعاء بأن يرفع عننا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء الذي أحاط بالأمة وبالاستغفار وبتلاوة القرآن وكذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وتأديتها بطمأنينة وخشوع وبالمحافظة على النوافل بعد إتيان الفرائد هنا أتوقف هذه النوافل التي وإن لم تكن في المساجد يعني تراويح في المساجد فعلينا أن نقيمها حتى في بيوتنا فإذا أغلقت المساجد فرب المساجد حي لا يموت ولن يموت ثم إن هذا الشهر هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فرمضان والقرآن متلازمان إذا ذكر رمضان ذكر القرآن وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وفي هذا الحديث دليل على استحباب تلاوة القرآن ودراسته في رمضان واستحباب ذلك ليلا فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة وكان السلف يكترون من تلاوة القرآن في رمضان وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام فاللهم وفقنا في هذا الشهر المبارك لتلاوة القرآن وللصيام والقيام فيه اللهم وبلغنا ليلة القدر اللهم واعتق رقابنا في كل ليلة من ليالي رمضان آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته